موسيقى مصر خير لا يلغي المرسوم سوى مرسيم جدل أخرى تشغل اللبنانيين عن البحث في جنس المجنسين وغير الملائكة من السياسيين فضجة المرسوم اللقيت لم تخمد إلا بأزمة أرفع شأنا وقد وجد وزير الخارجية جبران باسيل أن أهم هذه الأزمات ما يتصل بالنزاع مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كان حلا في محله وسقط في البقعة الزمنية المناسبة وعلى قضية وطنية أممية بحجم وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح في لبنان يتعرضون لحالة هلع دولية وإنذار وزير الخارجية للبعثة الأممية جاء على مستوى القلق الذي تسببت به المفوضية العليا للنازحين وثنيهم عن العودة إلى سوريا غير الآمنة بحسب تقديراتهم فطبق باسيل نظام العقوبات على مؤسسة بدأ أنها استخدمت معايير سياسية متحيزة لكن جزءا من فريق المستقبل نظر إلى قرار باسيل على أنه أحادي الجانب وقال وزير الشؤون النازحين معين المرعب أنها خطوة دنيئة وغير جريئة لكونها تمس أرواح الناس ودع المرعب باسيل إلى أن يستكمل بعثاته صوب المريخ وقال أن على الموظفين في الخارجية أن لا يستجيب لهذا القرار لأنه غير شرعي وقد يطالهم قانونا لكن هل يمثل كلام المرعب وبعض المستشارين رأي رئيس الحكومة سعد الحريري؟ أي أن كان موقف الحريري فأنه يمثل الدولة رسميا وفي سياسة رجال الدولة فإنه لن يذهب إلى استضام بالأمم المتحدة ويعرض لبنان لأي عقوبات دولية محتملة والحل يكمن في أن ينأى الحريري بنفسه عن أفعال وزير الخارجية ويدعي أن لديه وزيرا يتخذ قرارات متهورة حتى لا يأخذ الدولة اللبنانية إلى صراع مع الأمم لكنه في عمق قراراته غير المعلنة سيوافق على خطوة جبران بسيل ويثمن الإجراءات التأنيبية المتخذة في حق المفوضية أزمة الخارجية والمفوضية مسحت إذن الدموع عن مرسوم الجنسية وهناك مرسوم آخر في الاحتياط إذا ما دعت الحاجة وعنوانه توقيع وزير المالية على مرسوم القناص للفخريين وبشهادة وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور الابن الشرعي لوزراء خارجية الرئيس نبيه بري فأن توقيع وزير المال هنا غير ضروري لكن الوزير علي حسن خليل أعلن أن هذا الفعل لن يمر ودعا إلى العودة عن الخطأ وتصحيحه قائلا إنه سيواجهه حتى النهاية وفي مقابل هذا التحدي فإن مصدرا عدليا وزريا مقربا إلى قصر بعبده وهو مصدر سليم ومعافى رفع مستوى التحدي وقال لوزير المال نتحداك أن ترينا بندا واحدا من أبواب الإنفاق أو من أبواب الإراد في موازنة وزارة المال رصدت للقناص الفخريين ترجمة نانسي قنقر